بما أن السيارة معنا V8 لما نسلن دا أعطيها دوسة على الخفيفة يا أخي حتى بدوستها راقية يعني كيف أحكي لكم يعني مو أن السيارة وابابابا تروح يمين يسار صوتها رايق يعني مش مزعج وبنفس الوقت الدوسة تبعها هيك وتدوس وترفع وتحس عازف موسيقي بيطلع بالنوت أو بيطلع بالتون لفوق أول بيغنوا أوبرا مثلا بيعلوا صوتهم فالسيارة ترفع من الأمام هي بتتسارى ويطلع قوتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من تسي درايب سيارة اليوم سيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 مع الجنط 23 نحن اليوم معنا جيل الثالث والجديد كلية من رنج روفر سبورت موديل 2023 هذه السيارة أنا سبق وجربت شقيقتها الأكبر اللي هي الفوغ أو الرنج كلاسيك الرنج روفر كلاسيك اللي هي الأكبر حجما فيه تشابه كبير من ناحية المواصفات والداخلية بكل تأكيد ولكن فيه ناس تحب لسبورت يعني تحس شكلها رياضي أكثر تناسب عمرهم بشوفوا الفوغ أو الكلاسيك اللي هي للناس الأكبر فالموضوع ذوقي بحت فأنا جبت لكم إياها اليوم ومش أي نسخة جبت نسخة اللي هي الفيرس اديشن بمحرك الثمانية سلندر ونتكلم عن باقي المحركات الممكن تجي إن شاء الله بالفترة القريبة والموجودة حاليا السيارة عم باستخدامها استخدام يومي بكل ما تانيه الكلمة من معنى يعني حمولة خمسة أشخاص طلعنا في السيارة تجيب أغراض تحطهم في الصندوق الخلفي نعم تصار في يد بترول، دوس، عزل، هدوء، استمتاع، ساوند سيستم كل شيء في السيارة جربتهم السيارة من الخارجة أنا نتكلم عنها فيه ناس قالت شبيهها بالطراز السابق في الهوية موجودة نعم اللي معنا في فيرس اديشن فعليها بعض اللمسات والإضافات طبعا الرنجوفر سبورسي معنا هي أعلى شيء حاليا موجودة كأوبشنز في بعض الناس ممكن تطلب أوبشنز أقل ما عندك أي مشاكل تشوف الوكيل عندك إيش بوفر اللون جميل من درجات الأزرق الغامق مع لمسات الأسود كشبك السيارة صارت أبسط عدنا إليكم مع السيارة البسيطة سيارتي بسيطة وهذه هي السيارة الخطوطة صارت أنعم نفس مبدأ الفوق صارت انسيابية أكثر هادئة أكثر صغروا الشبك نوعا ما أو شبك السيارة فقط وين نحتاج نحط شبك عشان التبريد ما نحطه عشان انسيابية منسكر تمام السيارة فيها لمسات هذه البرونزية جميلة صراحة السيارة كتداخل الألوان حساسات أمامية موجودة عندك الكاميرا حبيت أنها منخفضة عشان تشوف وتكشف كل الأماكن عندك الرادار السيارة مليئة بأنظمة المساعدة بالقيادة حتى في كاميرات عديدة موجودة على الزجاج الأمامي عشان موضوع الحفاظ على المسار عندك انت ستيرنج أسستين السيارة تدخل لتساعدك تظلك جوى المسار قدر الإمكان ولكن السيارة ما فيها نظام قيادة ذاتية هذه أنظمة مساعدة فقط لا غير آخر شي باتكلم عنه من الأمام هو هذه الفتحات الجميلة الموجودة على غطاء المحرك كلمسات هاي مش فتحات حقيقية هذه يعني شبيهة فتحات ممكن نشوفها فتحات خطوية بطرازات الـ SVR مثلا اللي متوقع أصدارها في السنوات القادمة أيضا من الجنب عندك هذه شبيهة الفتحات بلون أسود جميل مع لون البرونزي الإطارات والجنوب ما شاء الله مقاس 23 من المصنع وكالة مع إطارات بريلي 285-40 ما شاء الله حجمهم جميل تصميمهم أول ما سلمت السيارة نزلت في سناب وإنستغرام في بعض الناس قالوا لا ياخلوا إطارات تصميمهم أجمل يعني موضوع ذوقي أنا بشوفها جميلة متناسقة مع السيارة ممكن لو كان لونهم أغمق شوي نعم ممكن يكونوا أجمل ولكن كحجم وتصميم جميلة بالنسبة لفرامل السيارة تعاونت لاندروفر مع بريمبو عشان فرامل السيارة لأن السيارة بالآخر أداها رياضي فبتحتاج أن يكون لديك فرامل أقوى فتعاونوا مع شركة مثل بريمبو اللي بتقدم فرامل رياضية عشان يوفروا أفضل فرامل ممكنة للسيارة بفسق تكون مريحة وعمر الفراضي طويل فتعال نشوف كم حتحتاج عشان تتوقف من سرعة 100 للثبات نظام التعليق نظام التعليق نظام التعليق اللي عن رنجوفر سبورت أنا حالياً أحاطة وضعية الأكسس اللي هي منزل السيارة أكسس يعني بتسهل عملية الدخول والخروج من السيارة أكسس دخول تمام فنظام التعليق تقدر ترفع تنزل السيارة على حسب وضعية القيادة اللي أنت تختارها من عدد من وضعيات سواء كانت سيارات أو وضعيات قيادة على الطرق العادية وضعيات قيادة رياضية أو حتى أوف رود بالآخر السيارة من شركة عريقة اسمها لندروفر المعروفة بعالم الدفع الرباعي فاللندروفر في عندك أكثر من شركة تحتها منهم الرنجروفر اللي مثلوا العلامات الفارهة ولكن في تحت الديسكوفيري في تحت الديفندر اللي هم معروفين بأدائهم بالدفع الرباعي بس فهي السيارة فخمة بروح دفع رباعي شرسة ما رأي السيارة جاي عنا باللون الأسود كطلبات طبعاً هذا الأوبشن الجميل بطلب الحبيب من سلمان سلطان مدير علاقات العالمة في جاكوالندروفر دائماً يطلب سبيكس حلوة للسيارة فعنكم أنتو أيضاً كاميرات 360 درجة شوفوا طريقة الأبواب أول مرة بتشوفوها على السيارات هذه شفناها أيضاً بالفوق اللي هو ما في عندك هذا الربر على إطارات الزجاج لا عاملين أن نهاية الباب للداخل نفس مبدأ الإنفينيتي بول أو المسابح الإنفينيتي فجاي مدمجة للداخل والربر موجود بالداخل بطريقة غير ظاهرة فما بتجمع أوساخ أو لونها بتغير بالشمس طبعاً عنكم جاي نص السيارة بالأعلى لون السود لاما مثلاً تشوفوا السيارة جاي لونين مع سقب بنورامي مقابض الأبواب نفس الفيلار السابق أيضاً شوفوا بتدخل للداخل أو تفتح عشان انسيابية أفضل في دواسات ولكن مو شغالة حالياً فيك تفاعلها وتشغلها تفصلة أنت بكيفك موجودة على السيارة تمام؟ من خلال الشاشة إضاءات الرنج روفر مش عادية أنا خبرتكم أني جربت السيارة على مدى فترة طويلة أكثر من أسبوعين إلى الآن هلأ خليكم الإضاءة الخلفية إضاءة أمامية الموجودة في السيارة ذكية فعلاً ولحظت ذكاءها في الليل وكنم ماشي في الشارع بيكون عندك لوحات إرشادية مثلاً مخرج نفرض الورقة مخرج الخوانيج مخرج موس قيم اللي هو مخرج في الشارع في الشوارع الإماراتية أي مخرج افرض مخرج الرياض مكة أنت ماشي في الشارع خط يسار اللوحة الإرشادية بعد أكثر من 500 متر موجودة أمامك على اليمين فوق معلقة تمام؟ الإضاءات بتوجه إضاءة فقط على اللوحة ما بتزعج باقي السيارات لأمامك يعني ما بترفع ضوء عالي عشان تقرأ الشواخص أو اللوحات المرورية والإرشادية الموجودة لحالها السيارة بذكاء إضاءاتها الالي دي الذكية بتضوي لك الإشارات أو اللوحات الموجودة في الشارع بدون طلبك بس أنت خلي إضاءة أوتو وهي الحالة بتسوي شغلها وإذا ما في حد أمامك بترفع ضوء عالي بس حدا إيجي أمامك بتعتم عليه فقط وبتخلي باقي المنطقة مضوايا ما شاء الله إضاءاتها فعلا جميلة حبيت أذكر هذه النقطة سار من الخلف عندك بصمة السبورت عم تشوفوا لون الأحرف غامق مع اسم الرنجوفر وعلامة أكيد رنجوفر عندك أنت الحساسات الخلفية موجودة وعندك الكاميرا أيضا موجودة مع الكتل الموجودة في الأسود اللامعة وأربع فتحات عادم حقيقية على السيارة فنسمع صوت الثماني سلندر مع بعض الصندوق الخلفي ياما بفتح من خلال هذا الزرع أو طريق المفتاح أكيد 450 لتر هو حجم الحمولة مع أمكانية طيل مقاعد الخلفية من خلال هذه الأزرار كل شيء عندك يعمل باللمس عندك أنت فيك تنزل عشان تحمل أغراض أو فيك ترفع فيك تضوي عشان المقطورة وفيك أنت تطلع القلسور لأن السيارة بالآخر مصممة أنه فيك تقلس وراك جيتسكي ولا بيت صغير متنقل يعني السيارة بالآخر فيه نظام تفع رواعة وقير قوي عندك إمتى هاي الشمسية موجودة بالداخل حتى هاي الشمسية كواليتي حلو تحس جودتها حلوة بس رنجوفر سبورت 2023 من الداخل موسيقى طبعاً مع وضعية السيارة ستنزل عشان تسهيل الدخول للسيارة ما شاء الله تشوف منظر الباب طبعاً كل الشركات تحط أفخر أنواع الجلود والأخشاب والرنجروفر ماذا تفعله؟ تضعوا لك أفخر أنواع الجلود أكيد ولكن أضافوا بعض أنواع الأقمشة تحس نفس الجينز أو الكاربت حتى هذه من أجزاء معاد تكريرها نوعاً ما للحفاظ على البيئة وحطوا طلمة حفاظ على البيئة بين قوسين ولكن فكرة هذه الأقمشة انسوك من حفاظ البيئة ولكن المهندسين قالوا وقت نستخدم هذه الأقمشة من ساعد النظام الصوتي من ميريديان 23 سماعة بقدرة 800 واط على إعطاء أكفأ جودة وكواليتي للصوت فاستخدام هذه الأقمشة ساعد نظام الصوت لأن السماعات مخفية بطريقة جميلة وهندسية داخل الأبواب وجو السيارة لا ترى كل السماعات ظاهرة هناك ظاهرة ولكن مشكلهم يتخيل في السندات الرأس في عنكم سماعات لأن هذا نظام ميريديان في نظام الضجيج أو إلغاء الضجيج جوة المركبة عشان يعطوك أفضل راحة ممكنة بسيارة مثل رنجوفر المساحات الداخلية طبعا الرنج سبورت أضيق من الفوك فشايفين ولكن أنا جاء على قدي ضبط مقعد الساق ومريح راجع للخلف صراحة ولكن شايفين التجويف الموجود في المقعد نوع ما كويس أسفل المقعد أيضا كويسة مقعد المنتصف هي لخمسة أشخاص فتعال نشوف كيف المنتصف كيف المقعد تمام ما بضرب رأسي طالما مفتوح البانوراما الستارة تبع البانوراما لو مسكرة حيضرب رأسي شوي أو شعري ولكن منطقي هذا المقعد في المنتصف ما بيكون للجميع طيب عنا مسنط وسطي شوف الفخامة شوف شوف طريقة الأزرار الكواليتي تبع الزر من المعادن المستخدم وهذا عشان شوف مداخل تايب سي للشحن و اتش دي ام اي عشان الشاشات الموجودة هاي طبعا طلب عشرة إنش لكل شخص وعندك انت حطي لك في الأبواب كل واحد مع الشنطة تبعوا فيها السماعات شوف محلاهم شوف منظر السماعات يا أخي حرام حرام تستخدمهم شي جميل عليهم بصمة لاندروفر طبعا حتى لو ركزنا بالداخلية منشوف الفيرست اديشن أو الإصدار الأول لو ركزنا باللمسات والتطايمات الداخلية ما منشوف إنه فيها كاربون عادي حطوا الفورج كاربون اللي هو الكاربون تم وضعها للقطع الأساسية بعدين ترتيبها بطريقة عشوائية ولكن قطع كاربون حقيقية بعدين سنفرتها وتضبيطها لتطلع بالقطع اللي شايفين أمانكم فبتحسوا مثل لوحة فنية الفورج كاربون له أشاقه ولكن هو يعتبر موضة جديدة ما تعتبر شيء قديم وبدأ ينتشر في السنوات الأخيرة فرنش روفر سبورت جاي من المصنع فيه فورج كاربون آخر شيء أتكلم عنه من الخلف هو نظام التكييف ترى تحكم منفصل يمين يسار ومداخل واحد للباور واثنين تايب سي للشحن لديك عدة مناطق للشحن شوفوا 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 حتى تحس فيها كواليتي شوفوا هذا الصوت المطاط لا تفكروا كواليتي لأهذا الصوت المطاط على احتكاك مع البلاستيك شوف طريقة الترتيب وطبعا آخر شيء يمكننا التحكم فيه المقاعد مثل ما تشوفوا بطريقة كهربائية والستارة عندك تحكم فيها بطريقة يدوية وعندك أيضا فتحات تكييف موجودة بالأعلى وعندك حتى هذا المقبض عليه الجلد بطريقة فخمة وسقف الكنتارة جميل الفخامة المبسطة سأعود عليكم مع الرنجوفر سبورت وشرحت هذا الشيء بالفوق أنا قبل فنصيحة تشوف الحلقة هذه وحكيت أن الجميع حاولوا يختصروا عدد كبير من الأزرار بأزرار أقل بالشاشات أفضل زمان تذكروا زمان أول ما طلع البناميرا كانت وقت الفخامة بالأزرار زمان أيام الاسكلاس القديم حتى الرنجوفر القديم كانت الفخامة بكثرة الأزرار الآن موضة الفخامة هو تقليل عدد الأزرار وتبسيط السيارة ويستخدم مواد عالية الجودة تمام شاشة 13.1 انش فيها حناءة جميلة عشان أنت تكون النظر إليك كثير مريح بجميع الظروف فيها كل شيء أنت بتهتم فيه بالسيارة وتتحكم فيه من مكيف وغير ذلك المهم فيها التحكم أيضا بتشوف أنت وضعية الرياضية ترى كيف الأداع الوضعية الرياضية تضع stopwatch تحسب أنت أفضل تسارعات حلبة نعم السيارة فيها روح رياضية كنظام تعليق G-meter ترى G-force ترى مقدار دعسة البنزين البريك ففيها عديدة تسل تشتري السيارة إن شاء الله الله يطرح لك البركة ويرزقك إن شاء الله يجيب السيارة سكشف هناك أشياء جميلة أيضا مكيفة تتحكم عادة النظام التكييف تجدون هناك شيء مثل حلقة تتخفض أو تزيد من الهواء الخارج من الفتحات أما هنا لا ترى هذه الهواء الآن تقلل أو تزيد تقلل من هذه الفتحات مثلا الجانبية ستزيد تدفق أو تقلل تدفق الهواء أيضا تتحكم ب التكييف الخلفي أيضا أيضا تدفق المقاعد موجودة في المكان مثلا ترى في هذا المكان لديك مساج ومشاعد أيضا لأن المقاعد ترى فقط هل ترى هذه الزرين ومدموجين فيهم وضعيات الممريز هذه الأزرار تتحكم فيها كل شيء في السيارة مقعد الساق ومقعد مرافق الجانبي لديك 22 وضعية لديك وضعيات أساسية من هذا المكان ومشاعد من خلال الشاشة كمية الأشياء الممكن تتحكم فيها وأيضا أكيد في عندك المساج فيك تشغل المساج وتختار ما نوع المساج الذي تريد هذا هل ترى الأحرف والأرقام هذه مدى شدة المساج كل شيء واضح عندك أشياء ثوابت موجودة بهذا المكان عندك موضوع الاستفاف داخل المواقف وتتطلع السيارة من الموقف لا يوجد عندك الكاميرات شوف وبينت لك الباب مفتوح يا سلام شوف لا لا عادي دعي بس عب تشوف دقة الكاميرات شوف 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 ما شاء الله طبعا فيك أنت من خلال هذا المكان أما أنت تتحكم بإيدك تمام وفيك أيضا تختار من الشاشة الصغيرة هون موجودة أو قسمة شاشة لعدة أقسام تشوف أي أنت زاوية تحتاجها شايفين شي جميل هذه وضعية الان رود على الطريق وضعية الاف رود أيضا تعطيك شوف الإحداثيات نظام التعليق الارتفاع الإطارات عم تنشي لأمام وماذا تحط ريفير صار تنشي للخلف فمتو شو قصدي الدف لك عندك أنت موجود عمول لك أو ما في لك على الهاي وفيك تغسل الكاميرات أيضا الموجودة توقف تغسل الكاميرات لماذا لا يخرج أيضا تشوف وضعية الإطارات لكي تعرف أين مسارك وتستخدم الكاميرات لكي تأتيك وتكشف الصخور الموجودة الرمال وغير ذلك وعندك وضعية التوينج أو السحب أيضا تطلع القلص تشوف المقطورة كيف وراء تغسل الكاميرات شايفين بها الطريقة تمام وعندك أنت موضوع الدارك ثيم اللي هو دائما صراحة أحلى تكون الشاشة مع التما فاريح للعين أو الثيم اللايت الصراحة تكون الشاشة بيضة موحل وإنا حبيت الأسود أكثر تكون أجمل في عندك عدة أشياء لازم تعرف وين موجودة أنا مثلا في أشياء ما بتحبوها مثل start and stop start and stop موجودة في هذا المكان تمام drive auto start stop يفصل المحرك عن توقف في فترات خصيرة auto hold أيضا موجود داخليا عندما تكون أزرار موجودين أما هم موجودين في الشاشة التراكشن كنترول أو مانع الانزلاق الديناميك السابلية كنترول أيضا يفصل التراكشن من خلال الشاشة وطبع التراكشن يفصل على حسب بضعية القيادة التي تختارها فقط اذهب الانزلاق لحاله يفصل على طول أيضا يمكنك التحكم بارتفاع وانخفاض وانخفاض كان هناك أزرار ومن خلال الشاشة التوتش اكسس الانزلاق للآخر نورمل الطول الطبيعي اوفرود ترفع السيارة بالكامل في وان وفي تو على كل حال هذه الشاشة ستكشفوها أكثر إن شاء الله لديك أيضا هناك مساحة تخزين هناك مساحة تخزين أسفل الكنسول يمكنك أن تضع أغراضك هناك مدخل type C للشحن يمكنك شعار الشحن الآن لديك أسفل الشاشة هناك شاحن لاسلكي موجود بهذا المكان لديك أقراص التحكم المكيف انتقتل الموضوع بالفوق انه يريد فترة أكثر لما تعود عليهم تحتاج فترة أكثر خصوصا أنه push كيف تدخل بعض المحلات ادفع أو اسحب فأنت عارف معنى الكلمتين لكن يجب أن تغلط أتحدى 90% من اللي تابع الحلقة يكتبوني صارت معكم أو لا تشوف باب أمامك زجاج يكتب علي ادفع يجب أن تسحب فنفس الشيء push و pull يجب أن يغلط فيهم سبحان الله عارف معناهم فنفس الشيء أنا هون كل مرة لازم push يعني ادفع pull يعني اسحب ففيها عدة وظائف فيها وضعية هلأ شوف شو حكي لك انت push عشان الحرارة تمام بس حاليا حكي لك push مرة تانية شو عشان المقاعد فيك تبرد وتدفع المقاعد pull عشان المراوح وقوة المراوح pull كمان مرة تانية عشان تصير manual ولا auto المراوح تمام فشوي بدك بسطوا السيارة ولكن عقدوا الساق بهذه الأشياء تمام عندك هون أشياء off road وضعية المساعدة على نزول المتلال واللو اللو الدبل الثقيل تمام عندك هذا القرص عندك مضغوط للداخل عندك زر مكتوب كلمة auto يعني هو بيختار وضعية القيادة حسب السلوب القيادة وهو كيف شايف الطريق بس ضغط عليه للاعلى راح كلمة auto الان اختار محطوط كومفورت ديناميك الرياضية سيارة تنزل صباب العادن بفتح أقصى أداء مع القير بيكون غيرات ونار ايكو اقتصادية كومفورت مريحة غراس والثلوج عندك بعدين مود الطين ساند رمال روكراول الصخور عندك تدخل جوا الماء السيارة ممكن تدخل لحت 90 سنتيمتر ولكن ترفع أقصى أداء off road 2 تمام وهذا الأكسس الدخول خلينا نحط على الماء شو سيارة كم حترفع الآن رفعت صاح كامل هي كانت مرفوعة بالآخر شوف لو عملت هيك شو سيارة زر التعقل في الصوت زر التشغيل وعندك الجيربوكس بهذه الطريقة على مادة مثل قماش الكنتارة وعندك أيضا نشوف الفورج كاربون كيف مكتوب أو منقوش عليه الفيرست اديشن تفتح عندك حاملات الأكواب موجودين بهذه الطريقة وهذا هناك مفتاح السيارة يجب أن تغيره يجب أن تغيره وزن وزن وإذا لم تحتاج حاملات هذا الكواب يجب أن تبعدها إلى الخلف يجب أن تغزين أعمق ومداخل type C و type A ومكان أيضا السيم كارد لكي تصاري المرايا الوسطية لديك إنتل كاميرا أو يجب أن تجعلها مرايا عادية إضاءة LED ويجب أن تحكم وقبل أن تنتقل إلى السيرينج والساق لديك هذه المنطقة تتوسخ وتضرب على الشمس تبصيمات تجريحات الغبار لون أسود لامع كثيرا حساسة فإذا جو مغبر على طول هذه يبين عليها حتى لو تغسل السيارة فنصيحة في بعض الشركات تضع حماية على هذه الأجزاء أول شيء لكي لا تتجرح ثاني شيء يمكن تمنع أو لا تكون حساسة بتجميع الغبار نفس الموجودة حاليا فشوفوا السيارة مخصولة ونصور كيف على طول أماكن موجودة سواء كان لمسط أي مكان أو شوية فتحت الباب دخل غبر كيف توسخت عجلة القيادة جميلة جدا جلد أبيض مع جلد أسود التحكم باللمس موجود فورستوتش أيضا لكي مثبت سرعة أو المت عندك عجلة اليسار التحكم بالشاشة الأمام الساق الواضحة جدا بكل الظروف وموجودين بالخلف عندك الفتح الصندوق الخلفي نتمشى في رانجوفر سبورت على الطرقات نتكلم عن باقي المعلومات اللي بتهمكم طبعاً شايفين الأرض اللي ماش عليها الآن هي مرصوفة رصف مثل بلاطات صغيرة مش اسفلت عادي حاندخل على الاسفلت حتى أنه هي الهايئة المرصوفة رصف تعتبر السيارة مريحة وما في أصوات مزعجة كديكورات داخلية بالسيارة على الاسفلت ما شاء الله السيارة جداً ناحمة نظام ذكي جداً كنظام تعليق مريح بصراحة إني حطلع المطب بسرعة قوية عشان شوفوا كيف انتصاص الضربة ولكن أنا ما بنصح بهذا الشيء والله شوف والله هالمطب جداً مزعج ولكن شوفتوا كيف يعني انتصوا نظام التعليق بطريقة كويسة ولكن أنا ما بنصح بهذه الأشياء ناس تسويها والله تجي تقول والله خرب الهايدروليك خرب نظام التعليق أكيد هيخرب إذا أنت بتكرر هذه الأعمال أما إذا مرة صارت معك عادي ولكن تكرار الموضوع بشكل كبير أكيد هيخرب نظام التعليق ولكن السيارة تنتص الضربات بشكل والحفر بشكل ممتاز صراحة فلو كانت جنت أو الرنك أصغر والإطار اللي بروفايل تواعه أعرض أو أكبر ستكون السيارة لسه أريح من اللي معنا لليوم ولكن أنا هيك راضي السيارة على المنعطفات مريحة ولكن ليست الأثبت على المنعطفات مقارنة بمنافسين حتى على الوضعية الرياضية من ينافس الرنج روفر سبورت؟ بورش كاين بيم دابلو اكس سيكس ومرسيدس بينز جي ل إي تمام؟ البورش بلا شك على المنعطفات هي الأفضل بالراحة على المنعطفات فالمعطفات وثبات على المنعطفات، أكثر كلمة الراحة ولكن أجمد البيم ثابت على المنعطفات قريب من البورش بالثبات ولكن ضريبة الثبات على المنعطفات هي الأستغناء عن الراحة على طرقات مستقيمة هذه معادلة إجمعة الخير يعني الرنج والجلي أريح من البورش والبي ام على الخطوط المستقيمة ولكن البورش البي ام أثبت على المنعطفات السريعة فهمتش الموضوع؟ فالرنج يمكن هي الأقل فيهم يعني ثباتا على المنعطفات لو قارناها بين المنافسين اللي ذكرتم خلال الحلقة ولكن كخطوط مستقيمة أنا بشوف الرنج هي الأريح فيهم والأنعم فانت اختار تدور راحة على الخطوط وما بهمك تدخل لفات أو منعطفات بسرعة عالية فالرنج هي الخيار المناسب إليك في حال كنت تحب هذه العالمات التجارية أما إذا أنت تحب الدوس والمعطفات وغير ذلك فلا هي ليست الأفضل بينهم بتكلم عن المحرك اللي معانا المحركات الجديدة اللي تعاونت فيها رنج روفر مع مجموعة BMW بشكل عام محرك الثماني سلندر على شكل حرف V تم الاستغناء عن محركات اللي كانت موجودة بالجيل السابق كان فيها تعاون مع فورد الجيل السابق من الرنج حاليا التعاون مع BMW فالمحركات صارت توربو فهذا المحرك الثماني سلندر على شكل حرف V موجود عليه تون توربو أو تنين توربو بيطلع 530 أحصان PS أوروبي أي ما يعادل 523 أحصان هورسبوور أما عزم هذا المحرك بيطلع 750 نيوتن متر متصل بالجيربوكس الثمانية سرعات شوفوا الجيربوكس اقتصادي نعم ولكن لو طوروا الجيربوكس جابوا لهم تسع سرعات عشر سرعات حينفسوا أفضل موضوع الصرفية وبنفس الوقت الأداء الرياضي الأداء الرياضي عبما هي السبورت أيضا الرنج ما حتحس بأداءها الرياضي على طراز السبورت اللي معانا لليوم مقارنة أيضا في البورش والبي ام نفس الفكرة حتى أداء الجيربوكس في البي ام أشرس في البورش بي دي كي خليوا على جنب صاروخي أو حتى لو ما كان بي دي كي البورش معروفة بينظم الجيربوكس والأداء الرياضي دائما فيها عالي نفس نفس البي ام أكضا بهاي الطرازات أما هي والمرسيدس عم تكون أريح مع بتكون أعنف بالتبديلات كل صراحة هذه أرقام المكينة طبيعة كريم شتة سارع من صفر لأمية خلال أربع ثواني ونصف تعالوا نشوف كم حنجيب مع بعض أما بالنسبة للسرعة القصوى الرنجوفر سبورت التماني السندر اللي معانا بتكون ميتين وخمسين كيلو متر في الساعة محددة الكترونية ما يجينا حدا من دولة ثانية مش محدد نحن عنا محدد ميتين وخمسين بالنسبة للآن للوقود ساعة خزان الوقود في الرنجوفر سبورت عزل الهواء الأمامي سيارة مريحة على الخطوط قيادتها سهلة موقع الكرسي جميل ومريح وطبعا ما استغنوا عن هويتهم الرنجوفر الكلاسيكي اللي هي هاي المساند فيك تحكم بارتفاع انت وانخفاض على حسب الطريقة اللي بتناسبك ورغم من موجود المسند الوسيطي بها الطريقة ولكن في ناس تحب التكي الأعلى بها الطريقة مقاعد سيارة مريحة جدا إضافة نظام التوجيه الرباعي للإطارات فكرة ممتازة صراحة عم يخليك تلتف بطريقة أسلس وأيضا جوا المواقف أنا دخلت مواقف ضيقة تعرف ليكون مدخل المواقف وردي ضيق والحيطان حولك فتخاف بعض السيارات ما بتدخل أصلا وأصلا شايف أنا كنت كل جوانب الباركينج أو المدخل كلها ألوان من ضرب البنبرات في الحيط ولا في الرصيف ولا غير ذلك فأنا كالداخل شغلت الكاميرات شايفين بهذه الطريقة ونظام التوجيه الموجود في السيارة يخليني ألتف في مكان ضيق جدا بدون أي خوف وبدون ما أكون خايف أن أجرح الجنود ما الفئات الثانية المتوفرة على الرنجوفر سبورتز حاليا كمحركات وما الذي قادم موجود حاليا 6 سلندر خطي سعة 3000 سي سي عندك بلاجن هايبرد اللي هو أنت تقدر تشحن كهرباء وأيضا تمشي بنزين ما عندك مشاكل تمشيك الكهرباء تقريبا 80 كيلو بس لتسعين كيلو على حسب أيضا بيكون نفس محركة 6 سلندر ل3000 سي سي الخطي ولكن على نظام كهربائي وإن شاء الله في 2024 حينزل نسخة كهربائية بالكامل في الإلكترك والشاصي مجهز لهذا الموضوع أصلا أول ما سووا السيارة نحنطلع نسخة كهربائية بالكامل وأيضا سنشوف SVR إن شاء الله أكيد خلال الفترة القادمة 2024-25 الله أعلم نحن شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جتي السلام عليكم اشتركوا في القناة